تصرفاتنا إحنا اللي هي بقت ضد مشيئة ربنا مش كل زواج تم داخل الكنيسة وقدام مسبح أو هيكل الله ده مش زواج بمشيئة ربنا؟ لا، كل زواج تم أخذ بركة الروح القدس لما وقفوا صادر ولو الزوجين قدروا أن هم يخضعوا لعمل الله ويخضعوا لقيادة الروح القدس ووسيطة كتاب المقدس هيقدروا عيشوا حياة قويسة لأنا عايز أقوله ما قدرش أقول إن الزواج ما كانش بمشيئة الله لكن أقدر أقول تصرفاتنا إحنا اللي هي بقت ضد مشيئة ربنا فلإن تصرفاتي بقت ضد مشيئة ربنا ده اللي قد إلى فشل الزواج لكن طبعا ربنا بارك الزواج وفي نعمة الروح القدس اللي بياخدوها في سر الزواج هذه النعمة كفيلة إنها تغطي تعفطنا وتقوينا وتعطينا إمكانية إن إحنا نعيش حياة مقدسة لو إحنا خضعنا العمل للروح القدس وخضعنا الوسيط ربنا لكن أنا ببعندي تريجر اللي هو نعمة الروح القدس باركينه على جنب وبمشي نفسي فده اللي بيخلي الزواج يفشل لكن لو أنا استفدت بالنعمة اللي أخدتها بالكنز اللي أخدت وده استفدنا بيه وبتدينا نحي حياتنا متكليل على هذه النعمة لم أرى طلق في الكنيسة لم أرى طلق في الكنيسة خالص خالص كلام الكتاب المقدس واضح وصريح أنه ما فيش طلق إلا لعلة الزينة هل لو حصل طلق بسبب علة الزينة فالشخص اللي هو متضرر ممكن الكنيسة بتدي له تصريح زواج لو الشخص الخين بقى طبعا ما بياخدش تصريح زواج هل من حق أنه ممكن يرفع قضيه على الكنيسة علشان ياخد تصريح زواج يعني أي حد ممكن يرفع قضيه لكن هو السؤال يمكن أن أنت بتسأليه هل الكنيسة هتقضع في الآخر لحكم القضاء وهنا عايز أوضح نقطتين النقطة الأولى أن في رمية 13 بوليس رسولي تكلم بوضوح أنه مفروض أن نخضع للسلطة أو السلطان لأن كل السلطان هو من الله فالكنيسة لابد أن هي بتخضع لأحكام القضاء وتخضع على السلطان الزمني لأن هذا السلطان هو من الله لنقطة الأولى بس أجب أحضر جنباه نقطة تانية مهمة جدا وهو ما قاله قديس بوترس الرسول ينبغى أن يطاع الله أكثر من الناس يعني لو السلطان الزمني ده قال لي انكر مسيحك واخبخر للأوثان زي ما كان بيحصل زمان هل هنا طبق رمية 13؟ لا هنا أقول ينبغى أن يطاع الله أكثر من الناس علشان كده لو في حكم من القضاء يتعارض مع وسيط ربنا لأ طبعا ينبغى أن يطاع الله أكثر من الناس وهنا أنا مستعد أن أنا أخضع للقضاء وأخضع للسلطان الزمني لكن السلطان الزمني لا يجبرني أن أنا أعصي ربنا الذي أعبده ومن هنا السلطان الزمني لابد يحترم الحرية الدينية ويحترم حرية المعتقدات ولا يجبرني على أني أعمل حاجة بخلاف عقدتي لأن هذا ضد حقوق الإنسان وضد حرية العقيدة وحرية الدين لذلك ليس في حق أي سلطان الزمني أيا كان أنه يجبر الإنسان على أنه يخالف عقدته أو يخالف وسيط ربنا بالنسبة له ببطنت